شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في فريق عمل حياة كريمة بالوزارة في الاجتماع الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا في العاصمة اللبنانية بيروت وشارت وزارة التخطيط هل السعيد إلى ضرورة إبراز التجارب المصرية في المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها حياة كريمة لا سيما وأنها تجربة رائدة وفريدة من نوعها ليس فقط في حجم المخصصات المالية ولكن أيضا في عدد المستفيدين منها والذي يمثل حوالي 58% من سكان مصر